مدينة الحضر الأثرية في الموصل بمحافظة نينوى عاصمة مملكة عربة صغيرة الوقعة بين الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية عرفت ازدهارا في القرنين الأول والثاني قبل الميلاد لكنها باتت اليوم تشكل إهمال والتقصير الحكومية بإعادتها للحياة مدينة الحضر الأثرية تحوي العديد من المعالم الأثرية التي مضى عليها أكثر من 1200 عام مدينة الحضر الأثرية هي من المدن أو المواقع الوحيدة التي أدخلت لايحت التراث العالمي ولكنها وللأسف حالها حال بقية المواقع بالنسبة لمدينة الموصل عراقة مدينة الحضر لم تشفع لها لدى الجهات الحكومية المعنية التي أهملت ترميمها وصيانتها منذ عام 2003 وباشرت مؤخرا ببعض أعمال الترميم المدعومة من قبل مؤسسات ومنظمات دولية مهتمة بالأثر جرى من أعمال في المرحلة الأولى لمدينة الحضر الأثرية من تأهيل وصيانة بعض القطع والجدران هو بدعم من منظمة أليف الدولية وباشتراك من قبل منظمة آيزيميو الإيطالية والهيئة العامة لأثر والتراث كوادر مفتشية أثر والتراث نينو وهذا التنفيذ كان مباشر من قبل هاتين المؤسساتين ويشكل موقع مدينة الحضر واحدا من مئات المواقع الأثرية الموجودة في العراق التي تواجه تحديات كبيرة منها التجاوزات والأهمل اشتركوا في القناة